استخدام السلبي للإنترنت في كل دول العالم أنا رحت كثير من دول العالم كثير يعني حوالي خمس فما فوق دولة إجنبية هنا لا يتم الاستخدام مثل ما لدينا يكذب ويدرك اليمنيون أنه يكذب وأن حصارا مطبقا تفرضه ميليشيا الحوثي تحت لافتة ترشيد الإنترنت هو ما يحدث فعلا وأن شبكة الإنترنت في اليمن هي الأبطأ والأغلى في العالم يدرك اليمنيون أن هذه التدابير ما هي إلا إهراءات لتضييق على حرياتهم أو بالأصح لسلب ما تبقى لهم منها أمام هذا التجريف الممنهج أعلنت النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت في صنعاء إضرابا عن العمل وإطفاء جميع شبكات الإنترنت احتجاجا على رفع مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الميليشيا بصنعاء أسعار باقات الإنترنت تتلاشى مساحة الحريات في مناطق سيطرة الميليشيا وتتجاوز كل الحدود لتصل إلى انتهاك حق الحياة إنها صنعاء التي تحولت مساجدها إلى منابل الكراهية فيما أنشأت ميليشيا الحوثي في الجامعات كيانا جديدا تحت اسم ملتقى الطالب الجامعي بهدف تنفيذ كافة برامج وأجندات سلطة الميليشيا في الجامعة واستدراج الطلاب للعمل معها صنعاء التي تحولت إلى مدينة مغلقة يسودها منطق واحد ولون واحد يحكمها العنف والقهر وسلطة ميليشيا لا ترى اليمنيين إلا بوصفهم أرقاما في جبهتها العسكرية أو على قوائم الجباية الخاصة بها لا يكاد ينتمي سكان صنعاء لهذا العالم فالعزلة التي فرضتها ميليشيا الحوثي جعلت أكثر السكان حظا هو من يحصل على النزر اليسير من احتياجاته اليومية الأساسية لا صحفة ولا إذاعات أو قنوات تلفزيونية تعمل من الداخل سوى تلك التي ترفع شعارات الميليشيا وتعمل ضمن جوقتها لتكريس سلطتها التي لا يجب أن يكون لها شريك بعد أكثر من خمس سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء لم يعد من المدينة سوى مظاهر السيطرة المطلقة لميليشيا عقائدية طائفية أغلق الحوثيون المجال العام ولم يعد لدى المواطنين هناك سوى العيش ضمن هامشا محدود يكرسهم كمواطنين سلبيين غير قادرين على مواجهة سلطة القمع والعنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا صنعاء المدينة الخائفة والمغلقة لديها الكثير من الأسباب لمقاومة هذا المصير البائس إلا أن الجماهير باتت مجردة من كل أدوات الفعل والتأثير فكيف يمكنها المقاومة؟